لا فوضى بعد اليوم لا فوضى بعد اليوم لا فوضى بعد اليوم من الأفضل أن يكونوا مستغلين ليدارجة معهم بلغة لا تخلو من تهديد يتحدث نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان داقلو أو حمدتي كما يلقب في السودان حمدتي في مؤتمر صحفي حذر من استمرار حالتي ما وصفها بالفوضى في البلاد مشددا على أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بالمساس بهيبة الدولة أو بتعطيل مصالح الناس عبر إغلاق الطرق ووقف حركة المواصلات وعن جولات التفاوض الجارية مع تحالف قوى التغيير والحرية أكد الفريق حمدتي أن المجلس العسكري ملتزم بالتفاوض لكنه في الوقت نفسه ملتزم كذلك بحماية المواطنين وممتلكاتهم وفرض الأمن والقانون مؤكدا أن المؤسسة العسكرية قدمت كثيرا من التنازلات ولن تقدم المزيد وبرغم تلك الحدة في الحديث إلا أن المجلس العسكري أكد في المؤتمر الصحفي ذاته على أهمية مبدأ الشراكة مع القوى السياسية والسعي نحو حل عادل وسريع يرضي الشعب السوداني وصولا إلى دولة ديمقراطية مدنية مضيفا أن أعضاءه جزء من الثورة وليس من بقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير في المقابل فإن قوى تحالف الحرية والتغيير دعت إلى مسيرة مليونية الخميس للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس السيادي المشترك مؤكدة أن المفاوضات مع العسكر وصلت إلى طريق مزدود بعد تصريحات حمدتي الاستفزازية وبينما يحذر العسكر من انزلاق الأمور نحو السيناريوهات المواجهة كما حدث في دول مجاورة للسودان يرى محللون أن المجلس العسكري يدفع البلاد نحو تلك السيناريوهات التي يحذر هو منها بل إن البعض يذهب بعيدا حيث تدخلات الإقليمية في الشأن السوداني تلك التي ترتبط بمساعي معسكر الثورات المضادة من أجل منع ظهور أي نموذج ثوري ناجح قد يعيد الروح إلى جسد الربيع العربي المغدور ترجمة نانسي قنقر